ده السنة نفسها اللي اشتغلوا فيها في حكم الدولة المصرية يقال إن قرابة 12 مليار دولار 12 مليار دولار اختفت من الاحتياط النقدي من خزينة البنك المركزي المصري يعني في سنة حكم الجماعة المسألة بقت واضحة علشان كده في معلوماتنا في الكابسولة بنقول إن قيادات التنظيم الإرهابي وقتها شكلوا بالإضافة لخيرة الشاطر وحسن مالك لجنة لإدارة أموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي دي لعبتهم اللي هم حفظينها ومن كل الأدوار اللي تم تكليف اللجنة دي بيها كان إزاي يتعاونوا مع الشريك التركي في هذا الاقتصاد وده كله بيقول لنا إن اللي بنقوله لحضراتكم ما هوش كلام ولا حتى لو ذكرتكم تخيلت زيارة أردوغان للجماعة إياها وقت سنة الحكم وإزاي مصر كلها تزينت بالعالم التركي إياه لازم نأكد لكم وعن طريق معلومات الكابسولة وبالأسماء خلونا أقول لحضراتكم مين هي أعضاء هذه اللجنة أول اسم عندنا هو يوسف عمر محمد يوسف الحووشي عبداللطيف عبدالعزيز محمود مجاهد محمد صابر شلبي شلبي محمد هشام حامد مصطفى محمد عبدالرقوف خلف الله مصطفى محمد إبراهيم محمد أغلب الأسماء اللي سمعتوها دي والأسماء دي حتئذيهم هما لازم تعرفوا إنه بفضل صورتكم في 30 يونيو هربوا وكتير منهم راح على تركيا والأيام الجاية حتكشف الناس دي بتعمل إيه علشان كده عايز أقول لحضراتكم إنه جزء من المنظومة اللي بتوجهها المخابرات التركية هي نفس الأسماء دي والعناصر دي وكل دول بيشتغلوا ضد الدولة المصرية وجزء من مجال عملها الأساسي زي متحة الحداد والشلة اللي ورناها لحضراتكم هو الاتحاد اللي تكون ده علشان يبقى مظلة قانونية لهذا المحفظة المالية ما بين مصر ممثلة في هذه الشخصيات ولاد الإرهابية اللي هم مصريين في البطاقة لكن هم مش مصريين بالهوية وما بين الشريك التركي والاستثمارات الكتيرة بتاعتهم كانت في الأمور العقارية وفي تجارة التجزئة